اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم احبابي الاعزاء لو انتم بصين على الصورة اللي امامكم ان شاء الله من خلال كتابنا connect primary 2 كتابنا للصف الثاني الابتدائي هنستكمل وإياكم بقية الوحدة الخامسة unit 5 زي ما انتم شايفين اللي هي عنوانها my day وان شاء الله في هذا الفيديو هنغطي موضوع مهم جدا لها وعلاقة بايه science بالعلوم وان شاء الله الشرح في هذا الفيديو هتناول student book الكتاب اللي معاكم بيجي الصفحات من 75 ل 79 يعني انتم لو تبعتوا معنا ان شاء الله هذا الشرح هتتابعوا الصفحات from page 75 75 حتى page 79 79 وان شاء الله يعجبكم من شرح وعايزكم تركزوا معايا في هذا الفيديو ان شاء الله فيه عندنا مجموعة مفردات هتتكلم عن solar system اللي هو النظام الشمسي فعايزكم تركزوا معايا في نطق المفردات اللي هنتكلم عنها ان شاء الله are you ready? اوكي فنبدأ على بركة الله اوكي لو بصينا على الصورة اللي امامنا دي بتتكلم عن حاجة اسمها solar system solar the solar system 3 كلمات موجودين عندينا هنا في الصورة زي ما انتم شايفين وادي منظر the sun الشمس فthe solar system المقصود بها المجموعة الشمسية وانتم عارفين المجموعة الشمسية بتتكون من ثمن كواكب هنتكلم عنها ان شاء الله the solar system في الصفحة اللي موجودة امامنا ان شاء الله هناخد مجموعة vocabulary زي ما انتم شايفين هنأول حاجة هنتعرف على بعض المفردات اللي موجودة في هذا الدرس ان شاء الله وعايزكم زي ما تعودنا دائما be attentive خليكم منتبهين جدا try to listen carefully نسمع بايه بعناية and repeat after me واهم حاجة انكم تكرروا الكلمات دي بالنطق الصحيح لانه انتو دلوقتي بتبنوا اللغة عنديكم فاهم حاجة انكم تسمعوا listen and repeat after me زي ما اتفقنا في كل فيديو ان شاء الله هنبدأ نكرر الكلمات twice مرتين in english once in Arabic ومرة باللغة العربية بعد كده هنكررهم مرة باللغة الانجليزية جاهزين هنا هنتكلم عن المجموعة الشمسية اللي هي الكواكب بتاعتها زي ما انتم شايفين في الصورة هناخدهم كوكب كوكب وان شاء الله يكونوا سهلين ومبسطين بالنسبة لكم are you ready? ok let's get started يلا نبدأ Mercury Mercury كوكب عطارد Venus Venus كوكب الزهرة Earth Earth كوكب الأرض Mars Mars كوكب المريخ Jupiter 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 كوكب المشترة Saturn 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 كوكب زحل Uranus 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 كوكب أورانوس Neptune 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 كوكب asbest جمه لأنا عايز صوت أعلى من كده يلا عبد الله يلا معنا بصوت أعلى كده عبد الرحمن ونور يلا ميركوري فينس ايرث ماز جوبيتر ساترن يورينوس نيبتون باري جيد شكرا لك إن شاء الله كده يكون النطق سهل بالنسبة لكم وبسيط جدا يلا بنا نكمل عشان نروح للصفحة اللي بعديها ونتعرف على بعض الحاجات الجميلة عندنا أوكي لو بصينا هنا مكتوب في النظام الشمسي اللي هو بالانجليزي اسمه The Solar System The Solar System نكررها مع بعض تاني The Solar System System يعني نظام وده Solar الشمسي هنتكلم عن الكواكب قبل ما نتكلم عن الجمهة اللي بتتكلم عن الكواكب عندنا أربع كلمات عايزين نتعرف عليهم عشان إيه بعد كده يقبل المعنى واضح بالنسبة لنا أوكي Very good يلا يا رؤيا محمد جاهزين يلا كلنا ننتبه ونخلي بالكم معايا Listen and repeat نسمع ونكرر The Biggest The Biggest بمعنى الأكبر Near Near قريب The Smallest The Smallest الأصغر Far Far بعيد Very good زي ما انتم شايفين عندي أربع كلمات أو أربع تعبيرات هنا عندي كلمة The Biggest جاي من كلمة Big Big بمعنى كبير The Biggest الأكبر عكسها طبعا The Smallest وكلمة Smallest جاي من كلمة Small يعني صغير صغير كلمة Near يعني إيه قريب أما كلمة Far بمعنى بعيد Very good Now listen again and repeat نسمع مرة تانية ونكرر Ok محمد Ok let's go The Biggest The Smallest Near Far Thank you Very good تعالوا مع بعض نشوف هنا بتكلم عن المجموعة الشمسية بيقول جملة جميلة جدا طبعا الصفحة دي مش صفحة الكتاب دي صفحة بنعبر بيها وبنشرح بيها الصفحة اللي هتيجي في الكتاب إن شاء الله بعد الصفحة دي Ok There are وخدنا احنا كلمة There are تعبير على بعضي كده بمعنى يوجد There are وإحنا قلنا عشان نتكلم عن جمع مش مفرد لو كنا هنتكلم عن مفرد كنا نقول إيه There is بس هنا There are تقول إيه الجملة تعالوا نقراها كده مع بعض There are eight planets in our solar system يعني There are يوجد ثمن كواكب كلمة planet يعني كوكب planets كواكب in our solar system في النظام الشمسي بتعنا Ok يلا نقرأ الجملة تاني وعايزكم تكرروا بصوت علي There are eight planets in our solar system Very good Ok تعالوا نشوفوا إيه هي التمن كواكب اللي موجودة في النظام الشمسي بتاعنا Very good Ok أول حاجة تعالوا نشوفوا الجملة دي بتقول إيه Jupiter is the biggest planet Ah كوكب المشترى هو أكبر كوكب اللي هو الشكل اللي انتو شايفينه دا كوكب المشترى من الكواكب اللي هي أكبر كوكب in our solar system في نظامنا الشمسي نقرأ الجملة دي تاني Jupiter is the biggest planet Very good Thank you أنا عزكم تكرروا كل جملة بقولها عشان إيه نأكد على النطق الصحيح Ok Venus is the smallest planet كوكب الزهرة هو أزار كوكب Venus is the smallest planet Very good Very good Very good محمد Very good معاز كل واحد بكرر معايا هتديلوا فعلا إيه درجة بقولوا Well done أحسنت Very good Mars is red طبعا كوكب المريخ اللي انتوا شايفينه دا بيكون لونه إيه لونه أحمر الكوكب الإيه الأحمر Very good Earth is blue and green كوكب الأرض اللي احنا بنعيش عليه بيكون لونه إيه اتنين blue and green وأخضر طبعا انتوا عارفين blue تشير إلى المياه أما green تشير إلى اليابسة أو الأرض Very good تعالوا نشوفوا عطارد كده Mercury is near to the sun شايفينه أهو كوكب عطارد قريب من إيه من الشمس Mercury Okay Neptune is far from the sun وأدي كوكب Neptune هو بعيد عن الشمس كده احنا تعرفنا على مجموعة الكواكب اللي هما Eight planets 8 كواكب بيكونوننا إيه Our solar system نظامنا الشمسي Now let's go back again يلا بينا نرجع تاني أحباء الصغيرين ونبدأ نقول الجمل تانية وعايزكم تكرروا معاي أو الموقف تكرروا اللي قلتو Okay Very good Let's go There are There are There are Eight planets In Our Solar System Thank you Well done Good Jupiter is the biggest planet Thank you Venus is the smallest planet Well done Thank you Mars is red Thank you Earth is blue and green Well done Thank you Mercury is near to the sun Very good Thank you Neptune is far from the sun Very good Thank you so much Thank you Ahmed Thank you Abdurrahman Thank you Noor Thank you Mu'taz Thank you Hussam Thank you all of you Ashkorkum well done Ahsantum عايzكم بعد كدا تسمعوا وتكرروا أكتر من مرة أوكي عشان نأكد على النطق السليم Very good Let's go to the next page يلا نروح لصفحة الكتاب عشان نتعرف على اللي موجود فيها أوكي Very good Very good لو وصينا احنا طبعا بنتكلم عن الوحدة الخامسة Unit 5 وده الفيديو الأخير في الوحدة دي هنا بنتكلم على حاجة اسمها ايه Connect with Science لو قبالدرسي ده ليه علاقة بإيه بالعلوم لان احنا بندرس The planets اللي هي الكواكب وبنتكلم عن The Solar System لو قبال هنا The Solar System يعني النظام الشمسي النظام الشمسي Very good زي ما انتو شايفين النظام الشمسي اهو The Solar System بيتكون من الشمسة هي النجم وعندينا مجموعة كواكب عددهم Eight planets تمن كواكب بيكونولي المجموعة الشمسية أوكي تعالوا نشوفوا بيزي بي بتطلب مجموعة طلبات تقريبا One Two Three تطلب ثلاث حاجات تعالوا نشوفوا اول حاجة بتقول listen and number in the correct order Very good listen and number in the correct order تمام وحنا هنسمع ونبدأ نقول الجمل بتاعتنا احنا مش لازم correct order احنا هنعمل اللي تسمعوا هتحط number بتاعوا الرقم علي اوكي Are you ready اوكي now listen وبعد كده ما تستمع تشوف ايه الكوكب اللي انا قلته هنحط عليه number cam number two لاني number one مكتوب عليه ايه Mercury number one Mercury اوكي are you ready اوكي listen I'm going to say the next one Earth Earth احشاورت على الكوكب الكوكب اللي اسمه Earth very good اهو الكوكب بتاعنا Earth very good ده لديلو number two very good number two نسمع number three لقاي Saturn Saturn very good شاورت عليه good this is Saturn very good this is number three very good okay the next one Neptune Neptune يلا يا محمود شاورت على Neptune الكوكب اللي اسمه Neptune very good thank you this is Neptune very good طيب نشوف اللي بعدي Uranus Uranus شاورت على very good this is Uranus excellent very good thank you very good thank you okay the next one is Mars Mars good this is Mars yes very good number six very good the next one اللي بعد كده ها جاهزين اوكي ركز معايا محمد ركز يا رؤيا انت وجانا اوكي Venus Venus where is Venus ها شاورين عليه انا شايفكم بتشاور اهو ع الصورة اهي فين Venus very good well done احسنتم very good this is Venus very good the last one ها مين يقول لي اخر واحد اسمه ايه كبير دا very good this is Jupiter Jupiter excellent thank you very good احنا خلصنا اول طلب بتطلبوا منينا بزي بي very good وده solar system النظام الشمسي بتاعنا okay let's go to number two يا ترى بتقول ايه في number two listen and read listen and read بابا انتو عارفين الجمل دي بابا انتو عارفين الجمل دي ها listen يعني استمع very good and read وايه واقرأ very good بابا انتو عارفين القطعة الجميلة دي اللي حرأيناها في الصفحة اللي عدت جميل في مجموعة الجمل هنقراها تاني وبتتكلم عن ايه the solar system النظام الشمسي يلا نقراها كده مع بعض انها ارى الجملة والغاية يموقف تكرروا ورايا okay are you ready everyone let's go there are eight planets in our solar system okay well done Jupiter is the biggest planet good Venus is the smallest well done thank you Mars is red good Earth is blue and green well done thank you Mercury is near to the sun very good Neptune is far thank you well done everyone very good thank you thank you so much very good very good okay يلا ارها انا اخر مرة كده اسمعوا عشان تقروها الوحديكم ماتكراروش وراي just listen نسمع بس there are eight planets in our solar system Jupiter is the biggest planet Venus is the smallest Mars is red Earth is blue and green Earth is blue and green Mercury is near to the sun Neptune is far thank you so much let's go to number three يلا روح لنبر three okay يترى بزي بي عزائي read and match yes read and match very good يعني read and match مين فكرني يلا يا عولة محمود okay very good yes read يعني اقرأ good and و match 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 يعني ايه مش سامع yes thank you very good match يعني وصل good يكبه هنقرأ ونوصل من خلال المعلومات اللي موجودة هنا في الحتة دي هنبدأ نوصل هنا عندي مجموعة ايه كلمات number one two three four five دولة عندي ايه planets يعني كواكب وهنا عندي بعض التعريفات بالكواكب عندي a b c d e very good طيب تعالوا نشوفوا mercury mercury okay mercury يا ترى ايه المعلومة اللي موجودة هنا وموجودة هنا عشان نوصلها بيها mercury mercury اهو mercury اهو الصور اهو فوق mercury يبقى ايه الجملة اللي تناسبوا a ولا b c or d or e همين يقولي ها very good yes thank you mercury is near the sun اهو mercury قريب من ايه من الشمس نير يعني قريب the sun من الشمس وموجودة عندي الجملة دي هنا تمام اهي mercury is near to the sun very good very good ما جبناش حاجة من بره جبناش حاجة من بره جبناش من فين من المعلومة اللي موجودة هنا اوكي دعانوا نشوفوا maz maz اللي هو هودا maz is red احنا وصلنا كلمة maz اللي هو كوكب المريخ مع مين مع كلمة red احمر very good تعالوا بعد كده نشوفوا venus venus planet اصغر ايه كوكب venus وهي الجملة بتاعته بتقول ايه اهي venus is the smallest اهو يبقى احنا جبنا الجملة من هنا اوكي بعد كده تعالوا نشوفوا مين جوبيتر اهو جوبيتر شايفين شكله جوبيتر وهي اللي هو اكبر ايه اكبر كوكب صح يبقى نوصلها بمين ها مين يوصلني ها شوره على الشاشة عشان نشوف very good اهي the biggest planet the biggest planet يعني اكبر كوكب اهي موجود اهي جوبيتر is the biggest planet very good اخر حاجة طبعا الكوكب بتاعنا اللي احنا عايشين عليه اسمه earth our planet كوكبنا is earth الارض يا ترى الارض زي ما اتفقنا انه في ايه two colors لونين اللي هما blue and green يبقى نشوف التعريف بتاعها اهي earth انوصلها blue and green thank you so much for your cooperation اشكركم على تعاونكم معايا عشان انتو بتحلوا معايا وماشيين معايا مية مية thank you so much and well done احسنتم 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 بتعرفنا على الدرس بتاعنا ده اللي هو solar system the solar system النظام الشمسي ليه علاقة مين بدرس ايه او بمادة ايه العلوم okay are you ready to go to the next page ما انساش ان الصفحة دي موجودة عنديكم في الكتاب page اهو seventy five seventy five صفحة خمسة وسبعين تفتحوا كتاب على صفحة سبعة وخمسين وتتفرقوا على الفيديو كده وتحلوا معنا okay very good thank you so much for your repetition and your following let's go to the next page يلا اروح لصفحة البعديها are you ready okay let's go السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله okay في هنا بعض البيانات الحلوة معلومات جميلة جدا بيقول لي ايه study these sentences study these sentences بيقول لي ادرس هذه الجمل okay look and read بدي لي شوية معلومات حلوين عن mean the solar system النظام الشمسي اللي بتكون من ايه من الشمس زائد تمن كواكب okay تعالوا نشوفوا اول جملة بتقول لي ايه there are راح نعرفين there are بمعنى يوجد okay there are eight planets في كم كوكب eight in our solar system يعني يوجد ثمانية كواكب في مجموعتنا الشمسية اوكي تعالوا نشوفوا ايه اللي مكتوب هنا في بعض المعلومات بيقول لي ايه Jupiter is the biggest planet اه كوكب المشترة هو اكبر كوكب اللي هو ده شايفينه Jupiter Jupiter is the biggest خلنا احنا كلمة the biggest يعني الاكبر Jupiter is the biggest planet كوكب المشترة هو اكبر الكوكب باب معلومة تانية number two Mercury is the smallest planet Mercury is the smallest planet ادي Mercury اللي هو ايه اصغر اللي ايه الكوكب very good Mars is red Mars is red كوكب المريخ لونه ايه احمره Mars is red yes Earth is blue and green طبعا الارض لونها ايه blue and green very good Earth is blue and green very good تعالوا نشوفوا كوكب عطارد قريب من الشمس اهو يقول لي Mercury is near to the sun اهو Mercury ورايب من ايه من الشمس Mercury is near to the sun وما ليه البعيد خالص ده Neptune Neptune is far Neptune is far يعني كوكب نبتون بعيد عن الشمس okay تعالوا نعرقوا مالدتاني يلا listen and repeat please Jupiter is the biggest planet number two Mercury is the smallest planet Mars is red Earth is blue and green Mercury is near to the sun Neptune is far good thank you دي معلومات جميلة جدا بتوضحنا بعض المعلومات عن the solar system النظام ايه our solar system نظامنا الشمسي انه في مجموعة ايه كواكب عددها 8 planets 8 كواكب وبعض المعلومات عن كل ايه كوكب من الكواكب okay very good are you ready to go to the next page جاهزين نروح لايه صفحة البعديها okay let's go thank you okay نيجي لحاجة جديدة بعيدة عن solar system على النظام الشمسي هنتكلم عن حتة ايه قواعد بسيطة جدا هنا بيقول لي عند اعطاء تعليمات او اوامر نستخدم ايه infinitive يعني ايه infinitive يعني الفعل على طول اول الجملة ما نقولش لا اي لا انا ولا هي ولا شي ولا ات ما نجيبش ضمير ما نجيبش ضمير فاعل يعني ما نجيبش subject فاكرين احنا كنا في المضارع البسيط present simple كنا نجيب نبدأ الجملة بايه subject فاعل وقنا الـ subject ده بيكون يا اسم يا ضمير راجعوا الفيديو بتاع ايه شرح زمن المضارع البسيط كنا نبدأ الجملة بتاعتنا بايه subject اللي هو اسم او ضمير اما هنا في الجملة الامرية الجملة الامرية طبعا المضارع البسيط كان الجملة الخبرية هنا في الجملة الامرية لما نؤمر بند الفعل على طول نبدأ بالفعل على طول ما نبدأش بـ subject اللي هو الفعل اسمه ايه verb very good برافو عليكم الفعل اسمه verb تعالوا نشوفوا بعض الجمل كده حلوة انا عايز اقول لحد مثلا لأي واحدة اقول له igles اقول له ايه sit down شايفين ست ده ده فعل فعلة امر sit down تمام عايز اقول لواحد افتح كتابك وانتو خدتوها في سنة اولى ابتدائي فاكرينها open your book يعني افتح كتابك ما قلتش هي ولا شي ولا ات لا على طول في الفعل على طول open your book فاكرين لما كنت اقول ايه قف في طابور قف في طابور stand in line stand in line يعني قف في طابور اغلق كتابك close your book close your book صفق لاصدقاك clap for your friends clap يعني صفق كده yes clap for your friends friends فاكرينها اصدقاء good look at me الفعل لك يعني انظر look at me يعني انظر الي okay يلا نعراهم تاني listen and repeat please sit down open your book stand in line close your book clap for your friends look at me very good فاكرين لما كانت بيزي بي تطلب مننا نحنا نستمع ونكرر كانت تقول لنا ايه listen and repeat كانت تبدأ بالفعل على طول تقول لنا ايه listen اسمع لما تقول لنا مثلا انظر look تقول لنا اكتب write very good لما كانت تقول لنا اقرأ read very good thank you عرفنا كده يبقى كده احنا لما نندي اوامر او نستخدم الامر بنؤمر حاجة بنستخدم ايه الفعل على طول اهو زي ما انتم شايفين في الشرح اللي قدامكم اوكي تعالوا ناخد تمرين بسيط عليه كده نشوف مجموعة جمل ونشوف ازاي نوصلها مع بعض very good هنا بيقول لي ايه عندي نشاط حلو خالص بيقول لي match match عندي مجموعة جمل ايه زي اللي خدناهم في الصفحة اللي عدد طبعا number one من يقرأ لنا number one ها يلا يا ليلة good يلا يا ليلة بسوطة عالي كده ها open your book yes very good open اهو ده فعل امر يعني افتح كتابك open your book فين open your book في الصور دولة عندنا اربع صور four pictures يا ترى اي صورة very good من يقول لي yes very good اهي number one thank you اهي open your book يعني بتفتح ووله افتح كتابك فبتفتح كتابا طيب يلا يا عبد الرحمن number two جهز يلا اسمهي قم لدي عكس اللي فو close your book excellent very good very good close close your book يعني اغلق كتابك يا ترى فين شورول عليها very good اهي close your book number two بتكفي الكتاب بتاعها well done well done well done يلا يا نور نور معانا صح صح number three stand in line stand in line very good بفين stand in line يا نور شوريل عليها يلا يا محمود very good thank you يقف في طبور stand in line آخر وحدة يلا يا معتز انت ورؤيا وحنان يلا clap for your friends clap for your friends يعني صقف لمين لأصدقاءك very good يلا نسقف كلنا لبعضينا very good thank you thank you very good كده احنا ايه عرفنا ان احنا لما نبدأ نقول اوامر ايه نبدأها بالفعل على طول اللي هو اسمه ايه verb very good يا اولادي thank you so much انتو بصراحة شطار خالص اوكي تعالوا نشوفوا تمرين كده يوم احنا عايزين ناخد تمرين بسيط على الدرس بتاعنا اوكي تعالوا نشوفوا number one كده بتقول ايه listen and circle اهو ده فعل امر فعل امر استمع وضع دائرة شافينا اهو listen and circle اوكي عندنا في كل ايه كم جملة هنا اه كم كلمة عندي number one number two number three يا ترى number one ده ايه كوكب من الكواكب مين يقول اسمه ايه ها يلا يا مين يمين يليلى يلا يا علي محمود yes very good ميركوري ميركوري طب يطرى فين ميركوري فدولا مين يقولي عايز واحد يشاور ها يلا يا فاطمة yes فاطمة معانا النهاردة اهي فاطمة very good this is ميركوري ميركوري very good طيب number two ها حد يفاكر الكوكب اسمه ايه ها اول حرف e earth earth very good فين earth افدولا earth هو معناه ايه الاول ها من يعرف الارض thank you محمود الارض فين الارض ها اهو very good لان احنا قلنا الارض ليه كم كالر كم لون اتنين blue and green جيد تعالوا نشوفوا الاخر كوكبها اسمه ايه يورينوس very good يترى فين يورينوس في الكواكب دي ها زي ما احنا شوفنا لو عايزين ترجعوا الفيديو وتشوفوا الالوان بتاعت الكواكب يورينوس very good this is يورينوس يورينوس excellent very good تعالوا نشوفوا number two عايز منينا ايه in number two ها read ها فعل امر برضو read read and complete good read and complete اقرأ وايه واكمل اوكي اهي اقرأ واكمل عندينا مجموعة كلمات هنا عزين نحطها في النقط دي كل جملة عندينا كم سنتنس كم سنتنس كم جملة seven sentences سبع جمل كل جملة نقصة كلمة ناخدها من اللي فوق دولا تعالوا نقرأ الكلمات دي blue far yes very good mercury red eight venus biggest very good thank you so much يلا تعالوا number one عايز واحد يقرأ لي number one ويشوف نقصة ايه من الكلمات اللي فوق اوكي jupiter is the planet ها مين فاكر يلا يا علي فاكر الجملة دي عم تتكلم عن jupiter jupiter yes very good علي jupiter is the biggest planet jupiter is the biggest planet very good تعالوا نشوفوا اللي بتتكلم عن earth earth is نقط and green اللي هو لي لونين او تكلمنا عن نفوق اهو اه ده ايه ده earth اللي هي الارض يقول earth is good محمود blue and green blue and green good طيب عايزين كوكب هنا اللي هو is the smallest planet is the smallest planet يترى ايه هو very good mercury mercury is the smallest planet mercury is the smallest planet okay number four neptune is from the sun from the sun يعني ايه بعيد عن الشمس كلمة good ليلة far good far thank you نوعات is near to the sun is near to the sun قريب من الشمس يترى good علي venus venus good there are planets in our solar system يلا يتغريد there are كام عددهم كام كوكب يستغريد very good eight there are eight planets in our solar system Mars is لهو المريخ مالو لون ايه يلا يا معتز يلا يا ليلة يلا يا محمود very good Mars is red thank you very good very good excellent برافو يا أولاد برافو يا منات thank you so much اعتقد انكم خدتم معلومات حلوة in english about our solar system عن النظام الشمس بتاعنا وتعرفنا بعض المعلومات اللي احنا ممكن ناخدها في مادة a science اللي هي مادة العلوم في مجموعات حاجات حلوة تتكلم عن المجموعة الشمسية عن عددها وعن مين القريب ومين البعيد ومين الكبير ومين الصغير وتعرفنا على حاجات دي in english دي نهاية الوحدة الخمسة ان شاء الله الفيديو الاخير في الوحدة الخمسة وان شاء الله سوف نبدأ في الوحدة السادة في الفيديو الجاي ان شاء الله اتمنى انكم انتو تكرروا الجمل وتسمعوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة وتفتحوا الكتاب قدامكم وانتو بتراجعوا الفيديو thank you so much for your watching اشكركم على المشاهدة اتمنى ليكم يوم موفق ان شاء الله and have a nice day and goodbye goodbye thank you so much اشتركوا في القناة